اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل اللهم عليه في الآخرين اللهم صل عليه في ملائك الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد أصل الأصول نور الجمال وسر القبول أصل الكمال وباب الوصول صلاة تدوم ولا تزول اللهم صل على سيدنا محمد أكرم نبي وأعظم رسول اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عفيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاسنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم جنبنا الرياء اللهم طهر أعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود والمشركين وارزقنا الصلاة فيه قبل الممات يا رب العالمين اللهم يا فالج الهم ويا كاشف الغم يا رحمن يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عما سواء يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرف تعين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ادخلهم في رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا وذكراننا وإناثنا وصغيرنا وكبيرنا ومن أحييته منا فأحييه على الإيمان ومن توفيتهم منا فتوفهم على الإسلام اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأسواجنا وذرياتنا ولسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن لهم حقوق علينا اللهم ارحم ضعفنا وقضي حوائجنا وفرج كروبنا وقضي ديوننا وفرج همومنا واصرف عن ناس ألمح لما ظهر منها وما بطن اللهم قد وقفنا بين يديك خائفين فاغفر لنا يا الله اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام والقرآن وجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم الصيام والقيام اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأسمنة مديدة يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل جلالك وعظم جاهك ولا إله لنا غيرك ولا رب لنا سواك اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تردنا خائبين ولا من خزائن جودك محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم إنك عفون تحب العفو فاعفو عنا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل اللهم عليه في الآخرين اللهم صل عليه في ملائك الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد أصل الأصول نور الجمال وسر القبول أصل الكمال وباب الوصول صلاة تدوم ولا تزول اللهم صل على سيدنا محمد أكرم نبي وأعظم رسول اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عفيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاسنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم جنبنا الرياء اللهم طهر أعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود والمشركين وارزقنا الصلاة فيه قبل الممات يا رب العالمين اللهم يا فالج الهم ويا كاشف الغم يا رحمن يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عما سواء يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرف تعين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ادخلهم في رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا وذكراننا وإناثنا وصغيرنا وكبيرنا ومن أحييته منا فأحييه على الإيمان ومن توفيتهم منا فتوفهم على الإسلام اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأسواجنا وذرياتنا ولسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن لهم حقوق علينا اللهم ارحم ضعفنا وقضي حوائجنا وفرج كروبنا وقضي ديوننا وفرج همومنا واصرف عنا سوء المحن ما ظهر منها وما بطن اللهم قد وقفنا بين يديك خائفين فاغفر لنا يا الله اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام والقرآن وجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان اللهم جعلنا ممن تقبلت منهم الصيام والقيام اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأسمنة مديدة يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل جلالك وعظم جاهك ولا إله لنا غيرك ولا رب لنا سواك اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تردنا خائبين ولا من خزائن جودك محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل اللهم عليه في الآخرين اللهم صل عليه في ملائك الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد أصل الأصول نور الجمال وسر القبول أصل الكمال وباب الوصول صلاة تدوم ولا تزول اللهم صل على سيدنا محمد أكرم نبي وأعظم رسول اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عفيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم جنبنا الرياء اللهم طهر أعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود والمشركين اللهم حرر الأقصى من اليهود والمشركين وارزقنا الصلاة فيه قبل الممات يا رب العالمين اللهم يا فالج الهم ويا كاشف الغم يا رحمن يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عما سواء يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرف تعين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ادخلهم في رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر نيران اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا وذكراننا وإناثنا وصغيرنا وكبيرنا ومن أحييته منا فأحييه على الإيمان ومن توفيتهم منا فتوفهم على الإسلام اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأسواجنا وذرياتنا ولسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن لهم حقوق علينا اللهم ارحم ضعفنا وقضي حوائجنا وفرج كروبنا وقضي ديوننا وفرج همومنا واصرف عن ناس ألمح لما ظهر منها وما بطن اللهم قد وقفنا بين يديك خائفين فاغفر لنا يا الله اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام والقرآن وجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان اللهم جعلنا ممن تقبلت منهم الصيام والقيام اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأسمنة مديدة يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل جلالك وعظم جاهك ولا إله لنا غيرك ولا رب لنا سواك اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تردنا خائبين ولا من خزائن جودك محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل اللهم عليه في الآخرين اللهم صل عليه في ملائك الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد أصل الأصول نور الجمال وسر القبول أصل الكمال وباب الوصول صلاة تدوم ولا تزول اللهم صل على سيدنا محمد أكرم نبي وأعظم رسول اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عفيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم جنبنا الرياء اللهم طهر أعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود والمشركين وارزقنا الصلاة فيه قبل الممات يا رب العالمين اللهم يا فالج الهم ويا كاشف الغم يا رحمن يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عما سواء يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرف تعين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ادخلهم في رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا وذكراننا وإناثنا وصغيرنا وكبيرنا ومن أحييته منا فأحييه على الإيمان ومن توفيتهم منا فتوفهم على الإسلام اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأسواجنا وذرياتنا ولسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن لهم حقوق علينا اللهم ارحم ضعفنا وقضي حوائجنا وفرج كروبنا وقضي ديوننا وفرج همومنا واصرف عن ناس ألمح لما ظهر منها وما بطن اللهم قد وقفنا بين يديك خائفين فاغفر لنا يا الله اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام والقرآن وجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم الصيام والقيام اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأسمنة مديدة يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل جلالك وعظم جاهك ولا إله لنا غيرك ولا رب لنا سواك اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تردنا خائبين ولا من خزائن جودك محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل اللهم عليه في الآخرين اللهم صل عليه في ملائك الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد أصل الأصول نور الجمال وسر القبول أصل الكمال وباب الوصول صلاة تدوم ولا تزول اللهم صل على سيدنا محمد أكرم نبي وأعظم رسول اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عفيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاسنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم جنبنا الرياء اللهم طهر أعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود والمشركين اللهم حرر الأقصى من اليهود والمشركين وارزقنا الصلاة فيه قبل الممات يا رب العالمين اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا رحمن يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عما سوا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرف تعين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ادخلهم في رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا وذكراننا وإناثنا وصغيرنا وكبيرنا ومن أحييته منا فأحييه على الإيمان ومن توفيتهم منا فتوفهم على الإسلام اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأسواجنا وذرياتنا ولسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن لهم حقوق علينا اللهم ارحم ضعفنا وقضي حوائجنا وفرج كروبنا وقضي ديوننا وفرج همومنا واصرف عن ناس ألمح لما ظهر منها وما بطن اللهم قد وقفنا بين يديك خائفين فاغفر لنا يا الله اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام والقرآن وجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان اللهم جعلنا ممن تقبلت منهم الصيام والقيام اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأسمنة مديدة يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل جلالك وعظ مجاهك ولا إله لنا غيرك ولا رب لنا سواك اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تردنا خائبين ولا من خزائن جودك محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين